زار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب قصراب عبدالرياسي والتقى رئيس الجمهورية ميشيل عون وفور خروجه اكتفى بالقول أنه زار عون لمزيد من التشاور وكان متوقعا يقدم أديب تشكيلا حكوميا مصغرا إلى رئيس الجمهورية مؤلفا من 14 وزيرا من أصحاب الاختصاص إلا أن الاتصالات التي جرت حتى قبيل الزيارة اتفق فيها على تأجيل تقديم الحكومة إفساحا للمجال أمام المشاورات مع الكتل النيابية التي اعترض عدد منها على تفرد أديب بالمهمة وبقيت عقدة وزارة المالية حاضرة خصوصا أن الثناء حزب الله وحركة أمل أعلن رفضهما تأليف حكومة لا تمنح فيها هذه الوزارة لشخصية شيعية معتبرين أن ذلك يمس بالميثاقية وينظم إلينا من بيروت مرسلنا محمد أشبار محمد كنا ننتظر الإفراج عن هذه التشكيلة الحكومية المصغرة لكن يبدو أن رئيس الحكومة المكلف يحتاج إلى المزيد من التشاور بالنظر إلى ما أصبح يعرف بعقدة وزارة المالية كمال فعليا في لبنان عادة ما تكون حاسمة على صعيد الملفات السياسية عموما خصوصا على صعيد تأليف الحكومة كما ذكرت كان من المتوقع أن يقدم رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب تشكيلته الحكومية المصغرة من 14 وزيرا إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون إلا أن الاتصالات التي جرت في الساعات منذ ليلة أمس حتى صباح اليوم قبيلة زيارة مصطفى أديب وصلت إلى مخرج المزيد من التشاور فعليا هذه الاتصالات أيضا دخل على خطها الفرنسي وخصوصا الرئيس منويل ماكرون الذي أجرى في الأيام الماضية سلسلة من الاتصالات بعدد من القيادات السياسية في الداخل اللبناني في محاولة واضحة لتأمين غطاء لهذه الحكومة لكن هذا المخرج يمكن القول أنه كان الوحيد منعا للدخول في سيناريوهات معقدة جدا هنا إما قبول رئيس الجمهورية للحكومة وبالتالي ممكن إسقاط هذا الحكومة لاحقا في مجلس وفجأ هذا المخرج في محاولة لإنجاح المسعى الفرنسي وأيضا محاولة تأليف حكومة مصطفى أديب كمال نعم إذن هناك أيضا هذه المبادرة الفرنسية هل هذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن باريس تتم مشورتها في كل تقدم يحرزه رئيس الحكومة المكلف بما يتعلق بتشكيل حكومته تماما تماما كمال هنا الأجواء تشير لأن الفرنسي على خط التأليف من ألف حتى يائه حتى كان على خط تكليف مصطفى أديب تأليف الحكومة والاتصالات التي أجرها إمانوال ماكرون شخصيا بعدد من القيادات السياسية منهم رئيس مجلس النواب نبيه بره وتحدث عن عقدة وزارة المالية مع رئيس مجلس النواب نبيه بره ولم يصل إلى أي نتيجة حتى الساعة في هذا الملف ثم تأصرار واضح لدى الثناء حزب الله وحركة أمل على إسناد هذه الحقيبة لشخصية شيعية تحت شعار المثاقية والتوقيع الشيعي إضافة إلى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خصوصا أن أي قرار حكومي يصدر يوقع عليه وزير المالية إضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تاليا المشاورات في الأيام المقبلة ستتركز حورة وزارة المالية بالأساس مرسلنا في بيروت محمد شبارو شكرا جزيلا لك